هنا سؤال مليح تعمو مو كاريف ما فهمنا أولو مرة تسبو في الكابرانات مرة تسبو في من يفضحهم لا نعرفوا موقفكم يامن تدعونا محللين أولا ما نيش نتداعي أني محلل أنا مواطن مناضل جزائري ما قلت لكش أنا محلل أعرفوا تكتبوا لي فرازنتاكم بسك نقدر نجاوبك ونقدر نسبك ليدو على الأفواء ما انتان جاوبك ما نسبك بسك طريقتاك على الجريان تقول لي يا من تداعون شكو نقال كنين داعي أنا مو سيلة ملك الدابو والله الأسود العنسي المهم المهمة أولا أنا العادة انتاعي للاستعمار اللي حاكمت زير والاستعمار هو اللي حاطنا شنقريحة وتبون والدواب هادو كان مصلط علينا جنيزية ومصلط علينا بكين هادو اللي بغالبك وانا كنترهم بكين أنا بورانيتاد درواء أنا بورين ديكتاتور لأنه الشعب انتاعنا موش الشعب اللي تخدم معاه لازم شعب تخدموا هذا سوف يدير إفو ريطرافاية لبابل إفو ديجان البابل يأمن بنفسه أنه شعب عنده حقوق وعنده واجبات أنه البابل يتعلم يعيش في المجتمع مع بعضاه أنه البابل يتعلموا شهية حقوقه السياسية ويمارسها ويقوم بواجباته المجتمعاتية وتفرض عليه لذلك ينسبوا بالصح ما نحبش الاستغباء ديجان قالوا سيد يمليح وزادوا الهواء والريح كي يجي واحد كيمال كونارت عزيطو تدولة ليزيوا ويزادوا يخلقوا أكاديب كيمال هدي الشعب هذا هو إغتصاب لفكر الشعب يعود الشعب يمن بالغوال بسيطة بسيطة هذو ناس جاءوا ليس كي يغيروا الجزائر كي يرجعوها دولة قاوية كي يرجعوا شعب متحضر متطور متمكن من الإمكانية انتعوا جاءوا لكي يجعلوا الشعب في نفس التفاهات انتعوا ويحكموه يعني يحوثوا على استبدال سلطة بسلطتهم هما ماشي مصلحة الشعب ما ينقولوهاش بسك انا انتعوا زيتطو تبون نخير تبون بش نجيبوها من اللخة مبارك لانه ما كانش فرق بين تبون وزيتطو ما كانش فرق بين رزيق تاع الكوميرس وحمر دي زاد مجيبو با ديفيرنس نبدي البغل ببغل نخلي البغل اللي نعرفه وخير خلاصة هي ماشي فارية ماشي فارية دوق ما ماشي قاضيتي يفضحهم تفضحهم فضحهم بالصح ما تكذبش ما تكذبش حابين تبينوه الارهاب ما كانش الارهاب كان كاين ليقلكم ما كانش كداب هل الارهاب من بعد تميت ريزا ويتميت ريزا هل حولوه ويحولوه هل استفادوا منه سياسين نعم استفادوا منه سياسين اللي قلت هلكم خطرة من الناس اللي تبع لي لايف تاعي قلت لكم الاسلاميين والارهاب الاسلامي سيليه كوباب الإيديال إلى فيكتيم إيديال نهارا نسحقه فيكتيم نديره فيكتيم نهارا نحبه كوباب نديره كوباب بسكما كانش من أبغل من هادو ما كانش حمار كتر من الاسلاميست ما كانش حمار كتر من الاسلاميست باش تكونوا في علمكم أيها الشعب لا تحب تخلع ليك اتخذ المنهاج الإسلامي لأنه صبغة بركحة شاهل الإسلام أنه يكون منهاج سياسي الإسلام اسمع وأرقع من ذلك ما يقل الله غالب شعب الجزاري ما يعرفش الإسلام وشي هو ما يعرفش ما يعرفش السيد هذا جبار من هنا يركريتي ومن بعد ما يعرفش كونة الجنرال طلعا نلقيت صالح وقال له ما قلت ليش بليل باب بوروش ويا الطيارة دخلت في الطنغو والليكوبتر طاقت وشي باك قال له أنا جبار من هنا يركريتي مهيكلني مجوكني يعني بالدرجة ديريكتور سنترال دلا سيكوريتي الارمي يجوك قايد ناحية وشي جوك تاني جوك الكماندان دي فارس بلادي تياتي سيف دات أنعم مو حال قد جيدون شاف يهضر الهدراء هذي لا يمكن يجب أن يكون شاف يهضر الهدراء هذي لذلك لا يؤكد لي أنه اللي كان يهضر ماشي يا بونويرا بونويرا ماشفاش على اللادات اللي راح فيها هاربل الترك هلا بسك المعلومة هذي عند بونويرا تعالصح بونويرا 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 لذلك لا يوجد الناس الذين يمتعون هذا الدوصي لذلك لا يوجد حوالي تركيا حوالي منتصف مارس وفي حوالي 100 مارس نحن 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 الجنيرال حسن قال له كان يسلح في الإرهاب وناصر الجن ودعبات إنت عن الجيش كانت حاة قضي على الإرهاب والDRS تسلح في الإرهاب وكانوا يدر لهم تنقل الإرهاب تحيينا لقيت صالح ، أنا كنت أعمال تعمق أنا كنت إطار ديرس وليس أعمال يدب نبغى على ذلك هؤلاء الذين يكتبون بالعربية والله غير مزيش الجيوة يرحم باباكم مزيش الجيوة عندما تكتب بالعربية ما عندك سبعمائة سنة تخليه نقول لي وش قال ثاني يا ربي بس الله عام الفيديو وما قدروا شي يمشي ولي كيف يلادي هي زيتوت الموحل الكبير بيانسو يزاد ندبلها وخلاها ثاني حكايت مجاهد لي نصحوا على مرته الثاني قدرت له السحور قدروا ترقيه ولا ضعيف مره يدو دخلنا فيه شغل النهار النهار شيخ شميسه وصاحبه شمفاره هاداك واللي يسكنوها مالي كل جان وش لي قال لهم ثاني متى صنت وعلى باله بحكايات حتى تعقبل 2012 اه المربة خلاص تيغن تورين تيغن تورين سيدي قال لك الديارة تحب يشارك فيها و الديارة تحب يشارك فيها والقايد ما حبش والديارة سيجري و السيد هادا اللي قاعد يهضر ما يعرفش الديارة بانت عربة وتفتخر تقدر تزباجك وتدقاجي علينا عند العرب اللي كان قبلوك سيتو احنا ماناش عرب والأرض هاديك ماشت على العرب والله ماشت على العرب والله لدهوها العرب غير الامازيغية ستنتصر اليوم غدوة الهام الجاي الامازيغية والمصينيسية سوف ينتصران ويتحتموا الدراع اه 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 تيغن تورين دارنا هم واحد حكاية حكاية الاسلاميست وحكاية يكمباري ويلسق منها اولا لازم تعرفوا الاستركتورة الديارة تعرفوا الا دي سياسة تعرفوا سيكوه اللي تنتي تروريست لا بريوريتي فلا لتنتي تروريست اللي استر في السكري بعد تكونوا في علمكم القيد اللي يهضر عليه دار منه حكاية القيد هذا الداب القيد هذا بغل القيد هذا تمسخيرة في وسط الجيش الوطني الشعبي